المنشية أكبر أحياء درع البلد بات قاب قوسين أو أدنى من سيطرة الفصائل المقاتلة عليه وفي آخر التطورات هناك واصلت غرفة عمليات البنيان المرصوص لليوم الرابع على التوالي هجومها على مواقع قوات النظام داخل الحي وحققت تقدما كبيرا إذ تمكنت من السيطرة على حواجز اللعبين السيريتيل والبنايات السلوم وحاجز دراقا وهي من الحواجز الاستراتيجية وجاءت هذه السيطرة بعد سيطرة الفصائل قبل يومين على أفرع المخابرات الجوية والعسكرية والسياسية وتمكنها أيضا من قتل العميد الركن في قوات النظام عصام طاهر خضور وهو قائد ما يسمى مجموعة المغاوير التي كانت تتحصن داخل الحي وبحسب مراسل أوريانت نيوز في المنطقة استطاع مقاتل الفصائل السيطرة على كتل أبنية جديدة كانت تتمركز فيها قوات النظام في المنشية ليكملوا بذلك السيطرة على حوالي 80% من الحي منذ بدء عملية البنيان المرصوص في مرحلتها الرابعة أي على معظم نقاط قوات الأسد مكاتب الفصائل الإعلامية قالت إن الاشتباكات تجري الآن بالقرب من حي الإرشادية والذي يعتبر آخر معقل للنظام في المنشية ما أدى لمقتل العشرات من عناصر قوات النظام وميليشياته بمعارك وصفت بالعنيفة وترافقت مع قصف بكافة الأسلحة حيث نفذت طائرات النظام أكثر من 20 غارة على كل من درع البلد وبصر الحرير وبلدة نصيب الحدودية كما استهدفت مروحياته أحياء درع البلد بعشرين برميلا متفجرا في محاولة منها لتأمين غطاء جوي لقوات المنهارة حي المنشية هو عقدة مواصلات بين أحياء درع البلد ودرع المحطة التي تسيطر عليها قوات النظام كما يكشف الأحياء التي تتواجد فيها الميليشيات الشيعية المقاتلة إلى جانب النظام